قبل عام تقريبا كان العبادي يعلن ما سماه النصر الكبير في الموصل ذو التكلفة الباهظة وفاتورة الدم الطويلة التي دفعتها المدينة بصراع لم يكن لها به ذنب ولا جريمة سوى أنها الموصل بتاريخ وحاضر يحرك أطماعا توسعية ودوافع طائفية لمن هاجمها سحقت المدينة بنار القوات الحكومية والتحالف الدولي حتى بدت وكأنها لم تسكن من قبل وشرد من أهلها المليون ويزيد وقتل منهم أكثر من أربعين ألفا بحسب الانديبيندد البريطانية كانت غالبيتهم في جانبها الأيمن الذي قالت عنه الأمم المتحدة إن دماره غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية حيث بلغت نسبة الدمار فيه أكثر من تسعين بالمئة وفق مجلس محافظة نينوة على مدى تسعة أشهر عجاف اكتست سماء المدينة بالطائرات القاصفة وأرضها بالمتصارعين وطرف ثالث هو الأضعف والأقل أهمية إنهم المدنيون العالقون بين مطرقة تنظيم الدولة وسندان القوات الحكومية والتحالف الدولي لم تكن لدى حكومة العبادي ومن ورائها إيران ومن فوقها التحالف أي مشكلة بدمار الموصل عن بكرة أبيها مقابل استعادتها وهو ما ترجم على الميدان بسيناريو معركة هي الأقرب للإبادة الجماعية وكأنها خارج العالم المتحدث عن حقوق الإنسان فكان كل شيء مباح وكل دم مسفوك لاولي له ليطالب به تحت لافت التحرير غير أن شواهد المعركة الدموية ما تزال باقية إلى اليوم بين الجثث المنتظرة تحت الأنقاض والمنازل المهدمة والآن وبعد عام من استعادة المدينة ونصر العبادي خرج الأخير متحدثا عن حملة إعمار وإعادة بناء قالها هو وسمعها المنكوبون في الموصل وهم الأدرى بمصداقية الرجل الذي لم تحرك حكومته ساكنا إذا أما جرى وسط ارتفاع نحيب المنظمات الإنسانية على أم الربيعين بخريفها المستمر برائحة الجثث التي حذرت من انتشارها منظمة أطباء بلا حدود وأكدت أنها تنذر بكارثة في المدينة قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعمار أولية بنحو المليار دولار وقالت ممثلة فوضية شؤون اللاجئين الأممية أنجيل نجولي عندما زارت المدينة إنها لم تشهد دمارا كالذي شاهدته في الموصل طوال عملها في المنظمة لكن هذا الوصف وذلك التقدير لن يساوي شيئا أمام خسارة أهل الأرض أنفسهم فصاروا شاهدي إثبات على بربرية العصر الحديث